وإلى ألمانيا حيث توفد أبناء الجالية المصرية على الصفارة المصرية هناك ببرلين لإدناء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي سوف تعقد على مدار ثلاثة أيام حيث تفتح الصفارة المصرية أبوابها بالعاصمة الألمانية وقنصليتها في فرانكفورت وهامبورج للناخبين وأدل سفير خالد جلال وسيدة قرينته بصوتيهما اليوم في أول أيام الانتخابات فيما توفد على الصفارة عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا